قتل تسعة أشخاص على الأقل وأصيب العشرات بجروح في انفجار سيارة مفاخخة في منطقة المرشة وسط دمشق التلفزيون الرسمي سوري وصف التفجير بالعمل الإرهابي الممول من طرف قوى خارجية وعرض صوراً للاعتداء أظهرت حجم الخسائر المادية التي ألحقها التفجير بالمباني المجاورة لمكان الانفجار وفيما تبقى الحصيلة الأولية مرجحة للارتفاع بسبب وجود عشرات الجرحى في حالة خطيرة أكدت الشرطة المحلية أن التفجير وقع بالقرب من الباب الخلفي لمبنى وزارة الداخلية القديمة العاصمة السورية شهدت سلسلة من التفجيرات بسيارات مفاخخة آخرها الذي وقع لاثنين واستهدف موكب رئيس الوزراء السوري